موسيقى يا مساء الخيرات على حضراتك وربنا يسعد مساكو بكل راحة بال وبكل رضا وبكل سعادة حلقة جديدة إن شاء الله يا رب بتعجب حضراتك وتنال إعجابك حقيقة إحنا النهاردة هينورنا نماذج مشرفة للستة المصرية النماذج دي تم تكرمهم في احتفالية في احتفالية يوم المرأة المصرية هذه الاحتفالية العظيمة الرقية واللي حضرها السيد الرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي ضمت مجموعة متميزة من النماذج النماذج النسائية المشرفة والأمهات المثاليات النهاردة هينورونا وشرفونا اتنين من السيدات المكرمات والحقيقة إنه وإحنا بنذاكر كده الحلقة وبص على السيرة الزاتية لكل واحدة فيهم حقيقة إنه أنا انبهرت بهذا الكامل الكبير من الإنجازات والقصص والملفات الكتير اللي قدروا إنهم يتميزوا فيها وفيها نجاحات الحقيقة مش بس على المستوى المحلي لكن كمان على المستوى الدولي في مجال غاية في الصعوبة هو مجال الهندسة والحقيقة إنه برضو مش أي هندسة يعني هندسة الكهرباء وهندسة الفلزات نورونا وشرفونا النهاردة الدكتورة تيسير أبو النصر أستاذ الهندسة الكهربائية واللي صارت عميدة لاتنين من كليات الهندسة جامعة أوتوا وجامعة بريتش كولومبيا في كندا والحقيقة تم اختيارها كمان كواحدة من أفضل مئة شخصية مؤثرة في مدينة أوتوا في عام 2001 واحدة من أكثر السيدات تأثيرا في مدينة بريتش كولومبيا الكندية وحصلت على أرفع الأوسمة الملكية في كندا سنة 2004 دكتورة تيسير دكتورة تيسير تنورنا النهاردة والحقيقة إنها بعد ما انتهت من رحلتها العلمية رجعت بقى بلدها رجعت مصر وكان لها إسهامات كبيرة الحقيقة في مشاريع الحفاظ على البيئة وجمع المخلفات من الشوارع هدفها إنها تشوف بلدها في أحسن صورة وفي أرقى وفي أنظف صورة الحقيقة أنها عندها تجارب كتير مهمة جدا في هذا المجال هنتعرف عليها النهاردة إن شاء الله هتكون موجودة كمان معانا دفتنا الكريمة دكتورة إيمان المحلاوي أستاذ هندسة المواد والفلزات بجامعة القاهرة ومؤسس ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البريطانية دكتور إيمان كمان علمة مصرية كبيرة وجليلة ومرموقة ولها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة وهي كمان أستاذ ذائر في العديد وفي الكثير من الجامعات الدولية الشهيرة ولها كثير من الإنجازات في مجال الأبحاث والتدريس والحقيقة إن هي صاحبة إسهامات كبيرة جدا في تطوير صناعة الحديد والصلب في مصر قامات كبيرة جدا ونماذج مضيئة ومشرفة للست المصرية اللي قادرة طول الوقت على إثبات جدرتها وتميزها في أي مجال وفي أصعب المجالات وفي أي مكان يسعدنا ويشرفنا أنهم يكونوا موجودين معنا النهار ده في واحدة من فقراتنا فخرتنا التانية بقى عارفين كده يعني نسحى بقى ونفوق وخلصنا الشهر الكريم بعزماته وبحلوياته وبتفاصيله وخلصنا العيد بكحكه مبسطنا وخلصنا الشتاء والصف الحقيقة فضاح يعني أنا الأوان نركز وننتبه ونرجع تاني ندخل لعقلنا تفاصيل وكلام ونسخن كده كلام عن النظام الجزائي المضبوط نرجع تاني لوزننا المزبوط ازاي وزاي نستعيد وزننا لما كان عليه قبل الشهر الكريم وقبل العزومات وقبل القطايف وقبل الكحك وقبل الحاجات الكتيرة دي يكون موجود معانا ونشرفنا والنهاردة في واحدة من فقراتنا دكتور هاني أبو الناجة استشاري التغذية العلاجية هيقول لنا الحقيقة على نصايح علمية وسريعة وسهلة نستعيد بها كده نشاطنا ونبتدي نسخن تاني حلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي فقراتنا معاكم من جديد أهلا بحضراتكم الحياة النهاردة أنا سعيدة جدا أنه بينوارنا وبيشرفنا سيدتين هما الحقيقة نماذج مضيئة ومنوارة وحاجة تشرف ونموذج يعني رائع للمرأة المصرية الحقيقة أنه هما الاتنين ليهم الكثير من الإسهامات الكبيرة في خدمة العلم وفي خدمة المجتمع إنجازتهم شيء يدعو لي الفخر والحقيقة أنه مكانتهم مش بس على المستوى المحلي لكن مكانتهم مكانة دولية وتم تكرمهم طبعا من السيد رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات يوم المرأة المصرية في شهر مارس اللي فات بيسعدني وبينوارني وبشرفني يكون في ضيفتي الدكتورة تيسير أبو النصر أستاذ الهندسة الكهربائية وعميد كلية الهندسة السابق بجامعة أطوى الكندية وجامعة بريتاشي كلامبيا أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور منواران ومشرفان منوارانا كمان دكتور إيمان المحلاوي أستاذ الهندسة هندسة المواد والفلزات صح الفلزات وبهندسة طبعا القاهرة ومؤسس ورئيس القسم الأسبق للهندسة الميكانيكية بالجامعة البريطانية أهلا بيك معنا دكتور إيمان منواران ومشرفانا وخطوة عزيزة وألف ألف مبروك على التكريم شكرا محبط كان إحساسكو إيه بقى ونتم تكرموا كنت أكيد كنت مبسوطة يعني يعني أكيد كنت مبسوطة أن أتشافت يعني في وسط الأحداث الكثيرة في مصر يعني يعني طب وأتمنى أن أكون أبتويت يعني أنا حاس أن أنت بكتر الهندسة والمذاكرة والحاجات العلمية كتير والبحث العلمي مش عارفت عباري عن مشاعرك لا مش مش كده برضو حارك يعني الساتسفاكشن حاركت حس إن كنتي يعني عملتي حاجة آه إن أنت تبقي ريكو جنايزة حاجة حلوة إنما إحساسك إن كنتي حققتي يعني النجاح اللي أنت عايزة إن كنتي قدرت فعلا توصلي صعب يعني صعب أو توصلي له يعني إن أنت تتمني إن كنتي تبقي أحسن يعني كل تشالج كل مشكلة يعني أنت بجد تفاجئ يعني لما تبلغتي بالتكريم لا مش قصة تتفاجئت يعني يعني أنا ممكن ما تفاجئتش قوي عشان أنا من سنتين كنت ادعيت للتكريم بس ساعتها جالي عيت يعني جالي كورونا فما روحتش الحفلة فهي خلاص يعني راحت السنتين فلما جات المرة دي يعني يمكن ما كانتش إن فاجأة كت في المرة الأولانية يمكن أكثر فممكن يكون ده السبب يعني خلاص ده أنا متعودة على التكريمات لا لا يعني يكون ده ممكن السبب إنها الحديقة بتقولي إنها ما كانش في المفاجأة على عصر المفاجأة دكتور تايسي ده أنا بالنسبة لي حياة كان مفاجأة يعني أنا بالنسبة لي مفاجأة كان مفاجأة سعيدة وكانت مفاجأة غير متوقعة إطلاقا يعني حتى هم عملوا حركة كده ضريفة في مجلس قومي المرأة إن هم قالوا لي إنك حتكوني مدعوة لحضور الحفل عشان غالبا عشان أحكز الوقت يعني وفين وفين معرفتش بيها إلا قبلها يعني كانت مفاجأة بجد كانت بجد مفاجأة واللي كلمني قال لي كنت سائل عربية وتلخبطت وطوله بس معلش سمحت تستنى بماركن عشان أنا مش فهم أنت بتقول إي يعني يعني فركنت وبعدين فيلمت القصة مين أول حد رفعت على سماعت التليفون لا دي قصة بتزعل الناس مني بس أنا ما رفعتش سماعتك التليفون على أي حد الحقيقة ما قلتش ولا الحد من الأبناء ولا الزوب ولا الجوزي ولا الإخواتي ولا أي الحد قلت لما بعديها أقول له كنت خايفة ما تحصلت لا ياو رايو لا أنا الحقيقة أنا عادة ما بعرفش أقول الحاجات دي فأنا يعني ما قلتش والحد ما وأنا راجعة إخواتي كانوا سمعوا فطبعا اتهزقت على إزعين أنا ما قلت الهمش وبعدين قلت الأولادي الجوزي بس بقول لكم عشان ما تسمعوش من بره ويتهزقوني أنتوا كمان بس أنا الحقيقة في العادي ما بعرفش أقول إزاي حاجة زي كده بس الناس بتعرف من نفسها برضو الشغل برضو في العندسة والحاجات العملية جدا يمكن جي شوية على الجانب اللي علاقة بالمشاعر أو التعبير عن المشاعر لا لا أنا بعبر جامل ما تخفيش في الموضوع مشاعر بس أنا بالنسبة لي حاك لما تسألي على التكريم عشان الواحد يقول للحق برضو يعني الدكتورة قالت كان ما حقولها وإحنا قاعدين بنتدردش قبلها كانت هي مسعيدة باستغراب أن هما وصلوا للناس اللي بتشتغل بجد بدون ما تبقى بتظهر على طول يعني كان فيها يعني هيك أتقال التعليق كده أن أنا استغربت أنهم وصلوا لي لأنها شايفة نفسها من الناس اللي بتشتغل يعني بتعملوا في صوت يعني بالضبط بتعمل في صوت فقال معقول كمان ووصلوها إحنا وصلين ومتشافين وبنتكرر وأنا رديت عليها سأتقال ووصلو لك يبقوا هما بيوصلوا للي بيعملوا في صنباح أنا حقيقة اللي أسعدني التكريم كله ده حقيقي مش كلام بقوله أي كلام تكريم للمرأة في العموم لأن هما عاملين حركة في منتهى الجمال أن هما جايبين السيدات من الأمهات اللي عاشوا حياة من أسعر ما يمكن والناس دي أنا شخصيا يعني اتنين ثلاثة من اللي طلعوا وعرفت حكايتهم الواحد بيبقى مكسوف من نفسه جنبه يعني أنت بتبقى قاعدة تقولي أنا بدأت من نقطة الحمد لله كويسة قوي وأخدت فرصة ممتازة الناس دي الحياة حانتهم وتنهم مستمع فهم مسكوا ناحية الأمهات اللي بيكرموا لمجرد أن هما كانوا أمهات وقفوا في وجه مصاعب غير طبيعية ورحوا داخلين على المرأة العامل وجابوا الاسبكترم كله يعني احنا هندسة احنا اتنين هندسة الدكتورة في مصر أنا أغلب حياتي كانت بره مصر جابوا سيدة من الأزهر جابوا الإعلام جابوا رهبات مسكين مدارس فهو كان تكريم بصي على الشورة كلها على بعضها تقولي ده تكريم للمرأة في أي دور وكل دور بتالعب وإحنا فده اللي كان أجمل حاجة فيها إن كنتي أخستي كأحد الأمثلة اللي ممكن تعبب عن مجال الهندسة ده مجال شديد الصعوبة وشديد للقصوة الحقيقة يعني أنا كنت بحكي لحضراتكم عن أنا ليه كان أصدقاء وصديقات الحقيقة كانوا مجايبين مجموع كبير في الصلاة العالم ودخلوا الهندسة وما قدروش يستحملوا يعني وغيروا الدراسة وغيروا الكلية من قصبة الدراسة ومعرفش إيه التحديات يعني لو إحنا بنتكلم دلوقتي وقولك إيه التحديات دكتور تايسير إيه التحديات دكتور إيمان أول حاجتين يجوا في بالكم إيه حاجتين التعبوكم قوي كانوا قصين جدا عليكم دكتور إيمان والله أنا بالنسبة لي الوضع مختلف لأن أنا والدي كان أستاذ ميكانيكا وعمل الدكتوراه في مجال تخصص السباكة الموضوع الفلزات في إنجلترا في نفس الجامعة ويعني منه أنا صغيرة ووالدي بيحببني في الفيلد أنا عايزة أقول لها لك الفلزات عادوكم في إله وغوصك وانا صغيرة يعني ما كانش مثلاً أهتم من ده أنا أخرج أروح نادي أو حاجة كنت أروح مع مصانع كنت أشتغل في مصانع الحربية يعني فكنت هيدي ساعدتي قوي فكنت طول الوقت الغاية سنوي وأنا حتى في مخي إن أنا عايزة أطلع أصنع كنت أشوف بابايا وبيصنع المسبوكات وبيعمل الإنتاج يعني ده كنت على طول كل حياتي كنت موجب أبي أنت طفلة صغيرة بحب للسنوات العامة أنت قررت المهندسة ومتخصصة في الفلزات اللي هو يعني يعتبر ده زي الإنتاج أو المانيفاكشرينج في مصر برضو حرك في الستينيات لما بدأت ثورة صناعية في الوقت ده أنشأوا التخصص ده علشان تصنيع المواد تصنيع المنتجات فيه جزء خاص جدا خاص بالمادة زي الإنسان يا مانسا ممكن حريك تخلي واحد يبقى قائد أو رئيس أو أي حاجة بس هو في الآخر إنسان ففيه بعض بتاع الوظيفة وفيه البعض الإنساني نفس القصة الماتيريا الأرحاج اللي أنت بتشتغلي عليه عشان تطلع لك وتفر الجزء أو المنتج اللي أنت عايزاه دوت برضو عايز دراسة عميقة جدا وطبعا كانت سابقانا فيه الدولة الأوروبية بشد فتم إنشاء التخصص بتاعي ده في مصر في هندسة القهارة يمكن هو كان أول واحد في المنطقة كلها في أفريقيا وفي الشرق الأوسط بعد كده اتعامل في السويس وفي الأزهر وفي أسيوك كنت الطالبة الوحيدة لا أنا ما كنتش الطالبة الوحيدة لما دخلت القسم كان معي تلت بنات يعني كان فيه تلت بنات في الدفعة داخلين الدفعة تقريبا كان فيها كانت لا الدفعة كتربعين الدفعة بتاعتنا هتخصص صغير يبقى التخصص 40 فعايز أقول الحاليك إنها كنت طول الوقت العاكس أنا بابايا يعني لما جاب أي سنين يعقف سنة ويقال لي لأ ما تقوليش هندسة خلي طب قلت لأ أنا طول عمري وأنا عايزة هندسة فهو حولت ورائي صحبت ورائي وحولته وهو كان مسافر بابايا كان في الأمم المتحدة وهو مسافر بعدين ده عشق يعني دي حالة حب وبالضبط كده هو قال لي أنا كنت بختبرك بس أنتي عارف هندسة قلت له أنا عارف هندسة ميكانيك يا طب وحددست القهربة التحديات كانت عاملة زي دكتور برضو وراسة جين لا لا أنا أنا والدي طبيب وأغلب العلتي دكت أطباء يعني كان فيه اتنين من أخواتي داخلوا هندسة بس كان على اليمينة زي دلوقتي الطب هي أعلى مجموعة واللي جيب مجموعة الطب لازم يخش الطب وأنا كنت جايبة مجموعة الطب وكنت بفضة بفضبات أن أنا أخش كلية الطب يعني كان بالنسبالي بسبب احترام للمهنة يعني أن أنا بالنسبالي كنت حاسة أن أنا مش عايزة أبقى مسؤولة عن أهواح ناس فدي دي بالنسبالي كتقيلة قوي فحتى كتبت هندسة وبعدين صيدلة وبعدين طب علشان لو لأي سبب من الأسباب ما عادش خش هندسة ونخشش الطب بس لأ طمعا كان فيه ضغط رهيب علي أن أنا أخش طب وأنا ما كنتش عايزة أنا حقيقة الأمر كان توضودي ما بين الهندسة والإعلام يعني بس الإعلام وقتنا كان لسه صلع جديد وماها الإعلام وبتاع فدخلت الهندسة بس حضرتك بتقولي صعب الحاجة بتكون صعبة لو أنت مش بتحبيها لو أنت بتحبيها ما بتبقاش صعبة أنا عمري ما حسيت أنا عمري ما حسيت أن أنا بعمل حاجة غير طبيعية وأنا في كلية الهندسة جامعة القائر عمري ما حسيت بدا واحد إحنا كنا متوبيين في البيت تربية جميلة أنك عليك مسئولية وانت طالبة مسئولية تكتزاك أي حاجة بتعمليها تعمليها أحسن ما تستطيع أنك تعمليها سواء كان من والدي أو من والدتي وكانوا سيبين لنا حرية الاختيار يعني هما كان نفسهم أمي كان نفسها خش كليطة الطب وأبوي قال لي عملي لأنت عزي أنا مليش دعب طب أما التحديات جات في الآخر آه صفر يعني أنا بالنسبة لي ما كانش فيه تحديات في جامعة القاهر أنا يعني أنا كنت جات في الآخر بعد كده في السفر لما روحت كندا أنا دي لن أنسى أن أنا أول ما بتوحي حضرتك بتوحي لازم بتوحي لطبيب القصوى اللي هو هيبقى يبشوك بعد كده أول ما توحي فالمهم أريدنا في الأول بتقابلك وتسألك والوزن والويت يعني الكلام المعتاد فبنت صغنونة قدامها فبتقول لي أنت جاية تعملي إيه فأطي لها جاية قلت لها بعمل دكتور يعني ماجستير وقتها كان في الكهرباء السفر خدت خطوتين لورا وبصت لي كده وقالت لي يعني الإنجليزة قلت لي why on earth would you do something like that إيه اللي خليك تعملي العملة دي وعنا ساعتها بصيت وقلت عملة إيه وأنا اكتشفت ساعتها أن أنا كنت عجبة في كندا قلت لنا إن كان عدد السفر في مصر في دراسة الهندسة والنوع ده من الدراسة وليل في كندا أقل في كندا أقل يعني أنا لما تعينت في كلية الهندسة كان سنة إيه ربي حاجة وتمانين أو أخر التمانينات كأستاذة كنت الأستاذة الوحيدة في كلية الهندسة ككل مش في قسم الكهرباء حريك كمان عميدة ولما تعينت كعميدة كنت العميدة الوحيدة حريك مش عميدة مش عميدة مرة واحدة لكن أنت عميدتين مرتين لكليةين أو لجامعات وما كانش بيبقعد معي على التوابزة ستة تانية خالص حريك الوحيدة يعني أنا قبلية كان فيه الدكتورة هودا المرغي كانت عميدة قبلية في كندا برضو وبعدين هي ما مشت أنا بقيت عميدة ما عدناش مع بعض فأنا قعدت سنين أنا الوحيدة الستة الوحيدة اللي على التوابزة في كندا فيه ناس وقفت في الطريق لمجرد أن حالك السيدة ولا أنك بصرية ولا أنك طبعا يعني أنا ربنا أكرمني أني ما كنتش ببكس بس كتير كانت ناس تيجي بعدين هتقول أنت نختيش بالك فلان لما عمل كذا 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 ده بيعمل كده عشان عشان أني كنتي ست هو لا يمكن أني يعمل كده مع عميد واجل تاني لا هو لا يمكن يعمل كده أنا كنت ست ومسلمة وعربية ومغطية شعري لا يعني أنا كان فيه كل العبر يعني الحقيقة لكن زي ما كان فيه ناس بتبقى وقفالك ضدك كان فيه ناس بتبقى وقفالك تشجعك والشطارة بتبقى أنك ما تركزيش يعني تمشي واخدف وشك ومشي زي ما بيقول حرك كمان تكرمتي في كندا يعني حركت حصلتي على أوسمة والكثير من التكريمات كمان هناك ومش بس في مصر الحمد لله الحمد لله يعني أنا قضيت عمري كله هناك يعني أنا التكريم الأخير ده من السيدة الرئيس كان يمكن أول تكريم كبير ليه في مصر فبس لا وزي ما قلت حضرتك أنا واخده كحاجة يعني أنا بس بقى أمثل قطاع من القطاعات اللي الستات بتشتغل فيه بس الحمد لله طب خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع لسنا عندنا كلام كتير مع دكتور إيمان ودكتور تاسير الحقيقة كلام كتير عن الست المصرية اللي بتعافر وبتكافح وبتروح في مجال غاية في الصعوبة لكن بتحبه ومش بس تدرس مجال صعب زي مجال هندسة الكهرباء أو هندسة الكنيكة وتقلق وتبرع فيه هذا المجال وتصل إلى التكريم من رئيس الجمهورية طيب هنروح لفاصل وبعد الفاصل لسا مكملين مع حضراتكو الحقيقة لسا عندنا سئلة كتير لدكتور تاسير ودكتور إيمان بعدها من نزل من جديد أهلا بحضراتكو لسا مكملين مع دكتور تاسير أبو النصر ودكتور إيمان المحلوي بنورنا ومشرفنا وخطوة عزيزة وحصل بقى إيه؟ إنه حريك بعد عودتك دكتور تاسير رجاء ورجعتي مصر اشتغلتي باحث بدون أجر كلام ده صح؟ ومش باحث هو يعني أنا كنت بقى ساعد في أكاديمية البحث العلمي بقدر المستطاع في أي أمور هما شايفين يعني إن أنا ممكن أضيف قيمة لها كنت بعملها وكنت الحقيقة يعني بدون أجر ما أصل يعني يعني عيب يعني أنا بالنسبالي يعني كنت ماشي بمبدأ أنا أخدش فلوس من الحكوم يعني على الأساس إن أنا تعلمت بلاش وأنا تعلمت في جامعة القاهرة أحسن تعليم بالبلدي كده يعني زي ما تكوني بتردي جميل لا هو مش بالبلدي هو صح بردي جميل إن أنا تعلمت في جامعة القاهرة وتعلمت أنا في نظري تعليم محترم جدا ولما خرجت برة شفت الناس بتطلع عينها إزاي عشان تدفع مصاريف الجامعة في الجامعات الحكومية ما فيش حاجة اسمها جامعة حكومية بلاش هناك فالجامعات الحكومية الطلبة بتاخد بتستلف وتقعد تسد الديون بعدها سنين فأنا بالنسبالي فكرة إن أنا تعلمت بهذه البساطة في مكان محترم جدا كنت بتحسي بتردي طب دكتور إيمان بالبلدي برضو كده وإيه ببساطة كلمين عن إسهاماتك وإنجازاتك في مجال الحديد والسلط طيب حاضر أوكي أولا أنا كده وصلت مع حراتك إن أنا التخصص اتخرجت منه اتخرجت سنة 81 وقدمت في نفس الجامعة جامعة ليدز في إنجلترا اللي بابايا كانواخد منها الدكتوراه في هندسة السباكة وروحت للمكان هناك وكنت باشتغلها حديدت عرفي سباكة اللي هي الكاستنج يعني إحنا ننتج المنتجات بطريقة إن إحنا نصهر المعدل ونصبه فالأجزاء الكبيرة اللي حديدت بشوفيها الضخمة كلها التروس الفلفات الأعمق ده كله بتعمل بالطريقة دي فروحت هناك وعملت الدكتوراه والدكتوراه بتاعتكد في صلب وسباكة والمنتج كان استنباط للتشكيل وكنت بعمل لها اختبارات معينة يعني كانت لمّ الدنيا كلها علاء التصنيع وأتذكر إن لما روحت ساعتها كان نظام الجوابات لسه ما كانش فيه إيميال ولا حاجة ده كان سنة ثلاثة وتمانين وفاكرة الجواب اللي بابايا بعتولي وقلتوله إن أنا معروض علي كزا فكرة حاجة أختار إيه في الدكتوراه قال لي اختاري الحاجة اللي أنت حتتعلمي فيها زي تنتجي منتج يعني إحساس إن حركت عشان كيف قوله حركة إن كل الإحساس اللي دايما بفكر فيه من الناس يرى أي حاجة بشوفها هي اتعاملت إزاي يعني ودايما أقول للطالبة يعني إن أب نفسك إن تبقى يوزر تستخدم الموبايل تستخدم العربية تبقى أنت تفكر إزاي نهاية بتتعامل فدي كانت الحاجة اللي دايما بتشغل بالي ففعلا اخترت البروجيكت اللي هو فيه كده وعملت ورجعت مصر بعد كده ومن سعيتها وانا غوية حاجات يعني الكارير الجامعي دي سكتين يعني فيه ناس بتوقع فاكرة الكارير الجامعي دا إنه حاجة سهلة والواحد يدرسه بس لأنا هندسة مش أنا بس يعني هندسة بصفة عامة ما منفعش فيها الكلام دا لأنك أصلا مش هتعرفي تدرسي الحاجات كلها انت تتكلمي على حاجات يعني دي علاقة بالمصانع فزي حتتترسيها وانت ما شفتش مصانع أو ما عملتاش بإيدك والخبرة دي تديها للطلاب وساعات كتير قوي تلاقي الكلام اللي موجود في الكتب لما تيجي تنفزين ما بتنفز بالزب لازم تعملي حاجة غيره فبدأت الحمد لله ربنا وكرملي تاما كان فيه ناس كتير قوي يلوم أفضل علي بداية ببابايا ومامتي الله يرحمهم تامعا وبعد كده لما روحتي هناك كان فيه أستاذ الدكتورة فوزية كوتا ليه كانت أستاذنا كبيرة قوي في المجال اللي هي يعني عملت الدكتورة برضو من إنجلترا كانت ورجعت بس يعني كانت تجيلة لقبلي وإحنا عندنا ستة حلوين آه لأ وفيه دكتورة زينب صفر طبعا بس هي قوة لكن دكتورة زينب فوزية كوتا كانت هي الميكانيكا وطبعا فيه بقى أستاذتنا الدكتور أفوتو القوسي دكتور عبد الحميد دكتور سعد أسنزتك يعرف دايما يا دكتور لما يعني ساعت كده يعني أمهاتنا أو جداتنا لما تيجي واحدة تجاوز تقولك تجاوزي مهندس البيت كده يفضل طول الوقت مزبوط مش حاجة أتبوز آه مش حاجة أتبوز أود مش حاجة أتعدي عليه هو عينه في كل التفاصيل معرفش لما يتجاوز مهندسة يبقى البيت عامل إزاي لمرض كله لأ يعني الحمد لله يعني بحاول برضو دكتور تايسير كمان حرك ليكي إسامات كتيرة في مجال إن بلد ما تبقى بلد نظيفة في مجال جمع المخلفات في مجال صناعة سنديء القمانة يعني أنا حادثت كريمة مسميها إسامات لا هي مش يعني أنا ما سميهاش إسامات بس أنا لما رجعت مصر كانت بالنسبالي زي كتير من الناس العشر بارة لما ترجع بيبقى في صدمة وأنا سايبة مصر في السبعينات كنت دايما برجع زيارة بس في فرق كبير بإنك ترجع زيارة وبإنك ترجع تقاضي فأنا تخطيت من السوق الحالي الشوارع النظافة كانت حقيقة تعباني تعباني نفسيا يعني كنت بتدايق يعني عفوا حيات بتتدايق لما بتشوفي الحاجة واللي كان بيدايني أكتر إن الناس مش مددايقة اللي كان بيدايني أكتر الناس تحاولت بالضبط هي دي هو ده جدا بالمشكلة الناس اعتادت على خلط اعتادت على قبح فما بقتش فرق معاها وبالتالي بتزود فيه يعني مش بس ما بتحاولش تعمله فأنا بالنسبة لي كان مسألة مش إساماته على حاجة مسألة إن أنا بعمل لقدب عليه فأنا بدأت أحاولي إن البرج بتاعي إن أنا بدأت أنا أنزل ألم الحاجات اللي حاوليه وحطوهم في الكيس واخدهم للناس بتوع المسؤولين على النظافة أقول له بس ما عليش لو ترمي الكيس ده بدأت الناس بتشوفني أنا وأنا بلم الحاجات فبيتكسفهم يعني يعني لما بيشوفك وكت تتعمد إن أنا ألبس آخر شيك وانزل أشيل ابنتي بتعملي إيه فبقول له بأشيل الزبال بيقول لي ليه طول عشان مدقيقين أنا مش عايزة أشوف المكان مش نظيف فشوية بشوية بدأت أخذ أزيز الميا البلاستيك الفاضية الكبير بقى دي طاحة اللي هي اللي بتتعمي أقطع بقها وعلقوا أعملوا ثبت زبال حوالينا إحنا في المنطقة الأبراج بتاعتي دي الحمد لله مش زي الفول حاولت أعملها في الشابع ما بتكملش يوم وبتتسرق فصحة مؤلم يعني لأنه لما كان موجود كان بيستخدم الناس كانت بتستخدمه فمؤلم جدا إن حد يوصل لدرجة إن هو يسفق حاجة زي كده طيب هو بالضرورة لو إحنا درسنا مجال صعب زي ده واشتغلنا شغل صعب زي ده محتاج مجهود ذهني وعقلي وجثماني كمان ووقت وتفرغ ودراسة دائمة نقصر في البيت بالضرورة يحصل تقصير في البيت ولا لأ دي صورة كده إحنا طبعينها في ذهننا وهي الحقيقة صورة غير حقيقية دكتور تيسير هابجأ تاني أقول على حسب كل ست وكل بجل لهم قدرة معينة على الاستحمال ولهم حركة مثلا عندك تلات أبناء عندي تلات أبناء وكتباجري بيهم لا أنا أولادي مش دكتور ولا مهندسين حتى حركة الأبناء دكتور مهندسين مهندسين لا أنا دخلت أولادي في كل كامب تتخيالي بتاع هندسة أو حاجات علوم وكانوا شاطرين جدا فيها واختبوا اختيابات تانية واحترمت اختياباتهم ما دغطيش لا ما دغطيش يعني تدي نفس كام من 10 في الأمومة لا لا فالهندسة هندسين 6 من 10 لا 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 ولا أدي 10 من 10 في الهندسة لا لا أنا ما ديش نفسي حاجة لا اللي يدي الأولاد اللي يدي الأولاد وبعدين حس... أنا عملت زي كل حاجة بعملها في حياتي. عملت أقصى حاجة أقدر عليها في الوقت الدوت بالحاجات المتحدة. عملت حاجات غلط طبعا. طبعا. فشلت في حاجات بلا جدال. بلا جدال. لكن لو رجع بي العمر تاني. في نفس الظروف وبنفس الإمكانيات ما كانش فيه خيارات أحسن. ففهمت حضرتك إيه. فبس كله يعني فيه سيدات لو خرجت من البيت تشتغل بيتها هيقع. لأنها ما عندهاش القدرة ومش حبة شغلها. فيه سيدات هتخرج تشتغل وتحب شغلها قوي وتوقع البيت. وفيه سيدات بتاعها في توازن. لدرجات مختلفة. أنا كنت شايفاها زي اللي بيبقى معهم كورب وبيلعبوهم كده. فأنا كنت بقول فيه كورب بلاستيك وفيه كورب إزاز. عينك على كورب الإزاز. إنها ما تقعش على الأرض. الكورة التانية هتقع هتطلع. بعد شوية تاني. كورة الإزاز كانت هنا الأسرة طبعا. لا. لو الحمد لله الأولاد يعني أي أم هتقولك الأولاد بينقوا لما يكون عندك الاجتماع مهم تاني يوم. ولا عندك حاجة كبيرة تاني يوم ويعيوا الليلة دي. فلا طبعا. فيه تحديات. بس أنا بالنسبالي. الشغل كان بيبسطني. بيخليني أكون أم أحسن. يعني. فلو الشغل بينكد علي ويخليني أكون أم أسر. الزوج كان داعم وسانت. لا. الحمد لله لا. 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 ده شانك دي. يعني. 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 التوصيل والجاري بتاع الولاد والكلام دا قلوكونا بأننا بنقاسل مع بعضين. واحد بيجبي بواحد والتاني بيجبي بتاني. دكتور إيمي. لا. أولا الوصف اللي حداتك بتقولي بالزبط دا لان قصدي. أن أنتي يعني. يعني. ريتشورسل. بيترستد نفسك درجة. أن أنت ستستفايد أنك وصلت وعملت لأي عد. لأن دايما أنت بتحولي. يعني. المهم أن كل لحظة في الحياة بتحولي. تعملي حاجة دي. شيفة صح. لكن الاتشيف منت بقى. يعني. 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 عليك دائما تسألنا إيه الإنجازات. لا. بالغاية دلوقتي. الإنجازات ما هيش. لا. الإنجازات يعني بتبان في. في يعني. مش هتبان. يمكن بتبانش وحنا عايشين خالص. يعني. يمكن حد يفتكرنا بعد ما بروح. يعني. 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 بناديكم العمر. يعني. أنا أقدر أقول إنه في رسالة من عالمتين مصريتين. يعني. أنجزوا إنجاز كبير جدا في مجالتهم. للست المصرية. وللقوم المصرية. ما تجلديش ذاتك. يعني. يعني. مش طول وقت حالة جلد الذات. لأنه حقيقة كتير من ستات. ستاتنا بيقولوا كده. دايما صوت داخلي. أنا مأثرة. أنا كنت مفروض أعمل أحسن. أنا. 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 ما هو ده اللي بقول حريك. إنه دايما أنت عايزة تعملي أحسن. أو مش عايزة تعملي أحسن. عايزة تشوء. يعني. عايزة تشوفي النتيجة. بس صعب. الواحد بيقتنع ما يكبر. طبعا. إنه صعب يشوف النتيجة. ممكن تتشاف بعد كده. بس هو المهم يكون بيعمل اللي هو شايفه صح. طبعا بالنسبة للأسرة. لما حريك بتقولي التأثير. أنا أول ما كان بيكلمني من مجلس القومي. بيقول لي مرشاحة في كانت المناسبة أسمعها. احتفالية عيد الأم. فبقوله ده. لا. انت لو قلت لي مرشاحة في احتفالية عيد الأم. ولدي ممكن يفقدوا الثقة في كل حاجة. بالنسبة لهم مثال سيء جدا للأم. الأم الستاندرد اللي هم شايفينه إنها تبقى عادة في البيت على طول بتعملهم بس مراشها غير طلباتهم وكلا. فيعني هم على القلب بيبينولي كده. معرفش هم في الحياة بيفكروا كده ولا لا. فطبعا ده يعني كله عادي يضحك. وعادي يضحك وقال لي لا. هتبقى حاجة تعني غير اللي أم. ورطلوها كده ممكن أفهم. بس يا أقول حاجة حاجة. أنا الأولاد عندي مثلا وم صغيرين. طبعا كان بالنسبة لهم لما يكون في يعني أم عادة يعني بتشتغل في البيت 100% يعني ومتشتغلش بره البيت. بتعمل الكوكيز النهاردة الصبح بتعمل ده بعد الده. طبعا في أوقات بالنسبة لهم كانت بتكون زريفة مش مستعجلة. مش بتجري. يعني ماشي برحتها وغير. لا يلا بسرعة عشان اوحدي بخوكي وعندي ده وعندي ده. لكن لما بيكبروا يعني أنا بشوف يعني أنا جد بنتي مثلا بالذات في وقت من الأولاد لما كبرت وكنا هنا في مصر وكان فيه حد من الأولاد اللي هم مرفهين قوي يعني. هي جات وهي كانت لسه صغيرة يعني. وجات وقالت لي شكرا ان كنتي كنتي بتضربين ما كنتش بدرب يعني بس قصدها بتستعجلي. استعجلي في عجلة لأن أنا أنا مش عايز أكون كده وبعدين لما بيكبروا اه طبعا ما خدوش ان أنا قاعدة يقول لي أنا نفسي النهاردة في سندويتش ما عرفش ايه أو ان أنا اللي أقوم أعمله العشاء وهو ما شاء الله رجل طويل عريض يعني ما خدش الكلام ده. بس خد حاجات تانية بدلا صحيح. ولما بيكبر بيقدرها. يعني. يعني. أنا أنا حابة أخد من جملة حريك قلتيها قلتي أنا كنت سعيدة في شغلي بعمل شغلي بسعادة وبيحب عشان كده كنت أم سعيدة وبحاول مع أولادي بكل الطرق يعني اللي كده تتوحب تشتغل وحتوفق اللي اتنين لكن اللي بتشتغل متضايقة أو متضررة. هتبقى متضايقة في كل حاجة هتبقى كبهها. واللي قاعدة في البيت متضايقة أو متضررة. صحيح. 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 وياما الستسات قاعدة في البيت سوريا ومش متضايقة وقتها لأولادها برضو. يعني. نورتنا نورتنا نورتونا وشرفتونا دكتور إيمان المحلوي نورتنا وشرفتنا خطوة عزيزة. بشكر دكتور تيسير أبو نصر خطوة عزيزة وألف ألف مبروك حقيقة على هذا التكريم. تستحقوا لكثير من التكريمات. شكرا جزيلا على وجودكم. شكرا سينا. خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل. لسه نكملين معاكم. والحياة معضلة كبيرة جدا جدا طول الوقت بنفكر فيها. وخاصة الستات. إزاي نرجع لما كنا عليه بما يتعلق بوزننا وبمزننا. زي ما كنا قبل رمضان شوية. وعكنا الدنيا في رمضان وعكنا الدنيا في العيد. إزاي نرجع تاني مع الدكتور هاني أبو النجف بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بحضراتكو. كلام غاية فيه الأهمية. لأن الحقيقة ناس كتير تعاني من السمنة. ليه؟ لأن نسبتها في مصر. نسبة السمنة في مصر عموما صارت نسبة مرتفعة. وعايز أقول لحضراتكو أن هذه نسبة وصلت تقريبا لأربعين في المئة من المصريين. هذه نسبة بترتفع أكتر كمان. وللأسف عند الستات. لكن الحقيقة حتى اللي مش بيعانوا من مشكلة كبيرة مع السمنة. بيعانوا من مشكلة الأربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية كيلو. وتفضل المحاولات مستمرة أنه كم كيلو دول ينزلوا ومش بس ينزلوا يريد ينزلوا وما يرجعوش. الناس كتير بتعاني من هذه المشكلة. مشكلة أنه إحنا بنفضل على نظام غذائي أو ضايت بالشهور ويخسروا فعلا فيها وزن. ولكن يرجعوا يتخنوهم تاني. وللأسف بيرجعوهم زي ما هم بيوصفوا يعني في كل الأحيان بمنتهى السرعة. النهاردة وبعد بقى ما خلصنا كل اللي نفسنا فيه. عزمنا وتعزمنا وكلنا كحك وخلصنا عيد وعملنا كل حاجة. وكل الحجاج استخدمناها إنه رمضان كان شوية بسا الدنيا برد إن إحنا مش في الحر فبالتالي رايحين أكتر لأن شهيتنا مفتوحة. أعتقد آن الأوان والوقت دلوقتي مناسب جدا علشان نسأل ونعرف ونرجع تاني نستعيد نشاطنا إن إحنا إزاي نتخلص من الوزن الزائد بطريقة علمية وبطريقة ثابتة الحقيقة عندنا كلام كتير النهاردة هينورنا وإشرفنا ومنورنا ومشرفنا دكتور هاني أبو النجا دكتوراه في علوم التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا أهلا بيك شكراك ويا رب نشتح للناس شوية حاجات مفيدة خلصنا رمضان خلصنا العيد خلصنا كحكة خلصنا أكل عملنا كل نفسنا فيه والمفترض إنه خلاص يعني الجو كمان لما بيروح شوية لسكة الحر إحنا يعني نبتدي كمان شهيتنا بتبتدي تقفل مش عارفة طب يعني نقول إيه لنفسنا وإحنا بنبتدي نسخن كده ونمهد إنت عارف لما ينزل اللعيب كده بتدي يسخن ويمهد نقول إيه لنفسنا في مرحلة إحنا بنسخن علشان نبتدي نتاني نعمل نظام غذائي طيب هاخد من مقدمتك بس ونفهم الناس حتة صغيرة أو الشران مهمة جدا برة محور إنك زدت وزنة عشان مريض مرض يسبب السمنة أو علاج يسبب السمنة أو إصابات بأمراض نفسية أدويتها تسبب السمنة نشيل التلات محاور دول يتفضل محور رئيسي هو 88% من الناس هو محور البيهيفير أسلوبي في الأكل عاداتي في الأكل أسلوبي في الحركة النوم والنوم الخاطئ والنوم القليل وتفاصيل كتير هنا ده 88% من الناس في المشكلة هم هنا جزء عظيم في الشعب المصري هو العلاج الخاطئ جزء عظيم ده اللي بيسبب السمنة طبعا أعودي مع أي حد حيقولك تعرض من مرة لمرتين لعشرين مرة علاج خاطئ أنت الطبيعي بتاع حضرتك إن طول حياتك وزنك ثابت علاج للسمنة سمنة طبعا علاج للسمنة استخدام خاطئ لأدوية للتخصيص مش بس أدوية والبرامج الغذائية غير مدروسة حتى البرنامج الزائل مش مزبوط غير مدروس بالمرة طبعا غير مدروس بالمرة فأي حد بيسمعنا النهاردة مع التعرض ليه أنا قطعت النشويات أنا قررت ماكلش حلويات نهائي ونشويات نهائي أنا قررت ماكلش غير واجب واحدة في اليوم أنا قررت أسمت من 16 ل18 ساعة براو عليك كده قرر أنه ياخد البرنامج الغذائي من على مواقع التواصل من أي كلام وليس له أي مدروس العلمي كل ده غلط يعني لو كده وقلت أنا قطع نشويات وقطعها أسبوع عشر كم ده خطر ده خطأ جثيم ده مش خطأ عادي هو اللي أدى لتفاكم السمنة من تمانينات القرن الماضي للنهاردة النسب بقت أبشعة أبشعة ناتج للبهيفيور الخطر ده في التوقيت أن الوعي مفروض زاد توقيت أن التعليم مفروض في شبه تحسر والتوقيت اللي فيه إكسبوجر للميديا والناس بتادي تشوفه وتعرف وتطلع معلومة إزاي بقى في وسطه كل ده السمنة بتزيد البيهيفيور الخاطئ اللي هو مجازا أنا بقول على في كل برامج عم عبده اللي هو بيطلع يقول معلومة خاطئة والناس تنصاك وراءه شوفي فهنا ببساطة شديدة جدا السمنة في المخ فيش أي منطقة عضوية هي مسببة للسمنة سمنة في المخحدة معدت حضرتك لتر بوينت وان ده تشريح لتر واحدة لتر بوينت وان إزازة اللبن اللتر تخيلوا بقى الناس وهي بتفتر النهاردة حطيت إيه جوة اللتر ده من مشروبات ومأكلات طب انت ماليت التنك عايز تيملة زيادة ليه كل ده برين كيميكل فكر فكر كل ده عداد كل ده ما رأينا عليها أبائنا العلاقة الوثيقة ما بين رمضان والحلوات الشرقية العلاقة الغريبة ما بين رمضان والزبادي يعني كلها أمور ما رأينا عليها أبائنا فإن احنا عايزين نكرر نفس السيمفونية هتيجي عليك تقولي الشتاء الشتاء بيأكل عشان يدفي وقلنا كتير إن الأكل ليه عنصر تدفئة بسيط جدا إنما الحركة هي العنصر التدفئة الرئيسي هنيجي نقول الصيف هنت عارف المشكلة إيه إن احنا بنقول الكلام ده كتير بس نبتدي صح بس نيجي في النص الإرادة بعافية يعني بتروح مننا صح الإرادة دي بقى يا فندم فين في إن أنا في أكلة بحبه تمام؟ ما عنيش مشكلة وأكل خاطئ وبحبه مين قال إن جرعة البسبوسة بتاعت حضرتك النص الصينية نقدم سيوا سوى ده ما أنت لازم تفهم فندم إنك لازم تثبت بيولوجيك الكلاك صحيان ونوم مش بقردتك الصحيان ونوم في غاية الأهمية في غاية الأهمية ما نجيش نسهر ما نجيش نسهر ونقول أصلا أنا هنام براحتي واصحة في التوقيت اللي أنا عايزه ده خطأ واجباتك بموعيد منتظمة لو ما كانتش موجودة يسبب السمنة كمية أكلك في كل واجبة هي جرعة البنزين اللي عليك بتحطه في العربية تقدرش تقول للراجل عشان معاك فلوس فاولي زيادة فهم؟ أصلا أنا غني ما نفعش فهم أغازي ده النقطة أخرى هي كواليتي بتاع الأكل صحيح انت هتاكل رز فنز رز مكارونا بطاطس عيش مسموحين مهمة طريقة الطب طريقة الطب والكم والكم قد إيه ده النقطة طب بعد الأربعين في أكل مفروض بيتشيل طبعا طبعا مفروض نلغي منتجات الأمح بعد الأربعين طبعا ليه دكتور؟ عشان ليها أضرار جثيمة عليك تلغي منتجات الألبان بعد الأربعين طبعا عشان ليها أضرار طبعا عيشي إزاي يعني أنت عايزني ماكلش عيش وتخدش منتجات الألبان أه وتخدش منتجات الألبان هعمل إيه طبعا يعي هفطري لما أنا أشيل العيش وأشيل هفطري هتعشى إيه طبعا جدا ما هو ده برضو النقطة ما رأينا عليها أبقائنا أن أنا العشا بتاعي أن أنا لازم أخذه ساندويتش ده العشا المفروض يبقى هو الواجبة الرئيسية عدي بقى برا نسافر بلاد الأخرى هنلاقي أن العشا هي الواجبة الرئيسية عند كل البلاد إحنا فهمناها غلط أن أنا بتعشى ساندويتش لا أنت مفروض بتعشى بروتين خضار سلطة في العشا ده ممكن الغدى هو اللي يبقى هو يبقى هو يبقى أخاف أو أقل أه بس أنت كده بتقولي أنت بتقولي خليه بالكو معاد النوم معاد مهم جدا ومش مفترض يبقى متأخر صح وبتقولي في نفس الوقت أن واجبة العشا يعني أكل بالليل سبعة مسائن سبعة مسائن يعني هوا أنت بتكلمني عن هذا متأخر وعش بدري معناك فالنمسميات هتختلف كل ده نرتب موقع الناس في الأول سبعة مسائن الطبيعي ده آخر واجبة ليك 12 آخر معاد للنوم الصحي يختلف بقى مع ده حضرتك عندك برنامج ده هيمثل ده عنده شغلان ساعتها نتكلم في وضع مختلف عامة الشعب الأربعين في المية من مئة مليون بنتكلم على رقم كبير أربعين مليون عندهم الشكوى من الأوفر ويت أو السمنة يبقى مش الأربعين مليون ممثلين مش الأربعين مليون مزعات صح فانا يبقى لازم نرتب ده أول حي نوم وصحيان مهم جدا كوالة النوم مهم جدا أصحى أفطر بقى حضرتك عندي كل براحة الفطار حضرتك لو مصاب بكلسترول هنمنع عنك الجبن طب أنا بصحة دلوقتي مليش نفس وبتوع الصيام المتقطع قالوا لك مش المفروض تسحة تاكل يعني ليه نسحة ناكل يا جماعة لو أنت بشجعين ما تاكلش آه آه فأخ خلينا بس نرد لأن هنا أنا أعيسي فقوي هرد على بتوع الصيام المتقطع يعني لا أصدر شيء أنا هنا يابن نجا دكتوراه علوم التخزياء العلاجية من جامعة مهمي وستزز التخزياء العلاجية في جامعتين من أكبر جامعتين شرق الأوسط اللي قال نظرية نظرية الصيام المتقطع ليش علاقة بالباقيين نظرية الصيام المتقطع في الكتب في الأبحاث بتقول أن احنا هنعمل ده لمرضى السكر ومرضى مقاومة الإنسولين ده الهدف هدف رقم اتنين من هذا الكلام هو التقليل من مستويات إفراز الإنسولين للسكر هنضعف تمثيلك الغذائي بالاعتراف في البحث هنضعف تمثيلك الغذائي هنضعف قدرتك على الخصصان لفترة لفترة وهذا البرنامج لا يطبق لفترات طويلة ده البحث العلمي بيقول كده ده البحث العلمي بيقول كده ما قالش فعلا إنه برنامج تخسيس هو برنامج لعلاج مستوى الإنسولين في الدم سيطرة عليه وتهديقته في الدم لأن علوم التخزيس مسؤولة عن صحة المواطنين إنت خدتوا عايز تعملوا برنامج تخسيس ده قصة ثانية خالص طيب المعارضين بقى لما جدنا نقول برنامج تخسيس أولا مخ حضرتك يتغذى على الجلوكوز والأكسجين وأول ما يصحى لازم يأكل بإثبتات علمية جمّة بإثبتات علمية جمّة لكن جوه العلماء في علوم التخزيس فيه آراء كونتروفيرسل إنت تقول وأنا أقول رأيي والبيشنت هو اللي بيحدد أنهي رأيها صحة يعني البيشنت ده مريد سكر يبقى ممكن جدا نخليه ما يأكلش ساعتين لما يأكلش زيادة البيشنت مش مريد سكر يبقى مستحيل نخليه ما يأكلش لازم يفتر يبقى اختيارك أنت بقى كمواطن أنت مش من حقك تختار أكنك في محل جزم أنا دي عجباني يجب أن تختار المناسب براح عشان كيف أولي عارك في بداية كلام العلاج الخاطر أنت مش بتنقي مش بمزاجك تنقي تقدرش تمنع مخك من الجلوكوز ده يعمل اكتئاب تساقط شع تكسير في الضوافر البشرة تتضهور لأن المخ تضهور بعد كده نوعاني من الكبد طيب قلنا أن فيه 40% يعانوا من السمنة لكن هناك 60% من الناس اللي كلمت عنهم اللي هم عندهم 5-6-7 كيلو دول اللي منغاصين عليهم عشاك صح معرفش دول بضعهم ألطف أبسط أسهل أم هم في البداية اللي عنام السمنة كان عنده فترة أوفر ويت عنده 5-6-7 كيلو ابتدى يعمل بعد البرامج العشوائية يخص عشرة يتخن 15 يبدأ يجي له اكتئاب زيادة ناتج للبرنامج عمله اكتئاب أغلبية الناس لما تيجي تتكلم تقولك أستنى ما بعمل برنامج غزائي بيجي لكتئاب نقل احنا برضو ليه بنغير الدكاترة وليه بنغير النظام الجزائي لأن انت بتفضل تروح لدكتور هاني أبو النجا وتخس معاه فترة طويلة وبعد شوية بتحس إن جسمك ما بيستجبش فتروح للدكتور أحمد محمد وتروح للدكتور حسنين والدكتور علي والدكتور أصمر وتغير ليه؟ لأن انت كمان بتزهق بتزهق من النظام الجزائي فبالتالي وتحس دايما إن جسمك صار بعد شوية ما بيستجبش طيب ممكن أرد على حياتي دي هو ربنا خلق ستة أنواع أكل ستة أنواع أكل بروتين الخضار نشويات الفكهة وانتجات الألبان والدهون هو لما غير هيني ويروح لحسن هيغير لي الأفر هيغير حاجة من دي طيب جسم البني آدم حسب الشيب بتاعه ليه سعارات حرارية سبت احتياجه يعني احتياجه اللي هو البي مقار أو البيزل ميتابولا كريت احتياج اللي هو البنزين اللي هو المكتوبة على العربية برا العربية دي بتاخد ستين لك بتتنكأ دي طيب بعد كده كمان عند حضرتك أخطاء في البيهيفير بتنمت أخر بتاكل نشويات مد من حلويات ليها أسلوب علاجي لا يتغير فيش حاجة يسمعها مدرستي ومدرست فيش حاجة يسمعها كده خلق يبقى أنا حضرتك هعالجك بنفس الطريقة فيه بقى أن أنا جيت سبتت عند الوزن اللي حالك بتقول عليك ليه يجي عم عبد يقول عليك أصداد بلاتو مش بلاتو مفيش حاجة يسمعها كده مفيش كلمة جملة مش موجودة في العلم إنما فيه غدة اسمها الهايبوتالاميوس الغدة دي في المخ مسؤولة عن انترفل وزنك بتحدده على مدار من خمس لعشر سنين فاته وزنك كان عامل إزاي فأنت حضرتك بقى لك عشر سنين وخمس سنين سابع سنين ما جبتش الـ 68 أقل وزن كنت فيه في الخمس ست سنين أقل وزن لمدة لا تقل عن ستة ست شهور لسنة من ست شهور لسنة عمرك منزلت عن التمانين فأول ما نيجي نبقى 79 تلاقي جسم حضرتك مش موافل لأنه لازم الهايبوتالامي استعمل تعديل للانترفل بتاع وزن جسمك زي بالزبط حضرتك ليه بيجي لك برد لو نزلت من هنا على برد ساعة ما حصلتش تعديل في جسم حضرتك للتمبرتشر بتاعك عشان تقدر تتعايش مع المناخ ده مش ده اللي بيحصل ببساطة شديدة جد صحيح والناس اللي عايش هناك ما بيجي لهاش برد انت أول ما نزلت من الطيارة طب والغدة دي تنضل معندانة كتير أو تنضل تهيأ نفسها للوقت الجديد صحيح جدا برابا لديك ده السؤال المهم بقى ليه علاقة بقى حاجة اسمها جلايكوجينيسز ليه علاقة بإفرزات الكبد وإفرزات الكلى ليه علاقة بنشاط حضرتك ليه علاقة بالتغير في البيهيفور اللي احنا عمناه ليه علاقة بإفراز الهيرمونات بتاع تحرك وبعد الغدد علم بقى مش عضلات مش قال للأكلة يعني هل بإصراري وإن أنا متدبتة في أني هكمل في نظام الجزائي ده الغدة دي تبتدي تستجيب لي طبعا تستجيب 100% إحنا بنوصل عند مرحلة معاينة بنتعب وبنزهق لأنه هي بتعاند معنا ما هو إحنا عايزين نغير إيه بس أنا زهقان من إيه حضرتك هتاكل كل ما خلقوا ربنا آه بس بكمياتك اللي أنت خلقت لها إنت عايز تاكل أزياد ده اسمه إيه اسمه طفاص صح كده طب إنت عايزت تتافس في 3, 4, 15, 20 معلقة روس الزيادة إنت مش جعان إنت شبعان وبتتحرك وبتقدي وزيفك يعني طب هتوقف بعد 20 معلقة طب ليه مش 50 ليه مش 70 خلاص إندلس بح إندلس صحيح صحيح حضرتك محتاج تاكل سكريات هل إنت خلقت تاكل سكريات المصنعة لم تخلق لها لكن أكلها في شكلها الطبيعي اللي هو الفكرة براو لكن عجبك عجبك بس لم تخلق لها دي مشروعات اتعاملت هدمت صحة المواصلين في العالم كله طب إحنا بنحذرك من زي التدخين لا أنا عايز أدخ أنا عايز أكل دهون زيادة تفضل على مسؤوليتك بقى صح كده فانا صحيح صحيح لا هو احنا أكيد هيكون لنا أعداد كتير تبعي يعني حقيقة أنا أشكرك دكتور هاني ولنك جنورتنا وشرفتنا احنا بنسخن بنلين عارف يعني ايه بنعمل أعداد كده بنسخن بيها نفسنا وعقلنا عشان نرجع تاني نخش المود ان احنا لا احنا محتاجين ننتبه لوزننا الحقيقة يا رب يا شهين أنا عايزين فهم نفسنا نصل إلى أجيال جاية فهمة علوم التخزي مش وغداها عضلات مش قالوا يا دكتور أنا دلوقتي أصلي عندي عزيمة انت مش محتاج عزيمة انت محتاج علم صحيح والله في مجلات كتير صحيح بشكرك دكتور هاني بنجا نورتنا وشرفتنا خطوة عزيزة بشكر حضراتكو على متابعاتكو لنا وان شاء الله يا رب بكونوا انبسطتوا معنا النهاردة وشوفكو دايما على فئر سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة